اشتركوا في القناة حاجة كده شبهة أساسية عند قطاع عريض من الناس أولاً برحب بك دكتور عماد ليه الأكلات السريعة والفاست فود تسمت بهذا الاسم لسببين إعدادها سريع يعني من الآخر كده الوجبة ما بتتخدمش كويس أو ما بتتخدمش على بتتكاروت في الآخر ورقم اتنين التهمها سريع مش أكلها سريع التهمها سريع الوجبات دي ما بترعيش القواعد الأساسية للتغذية يعني بنسميها بالبلد كده سعرات بدون قيمة غذائية انت بتحشي دايماً هدفها انك تبقى ساتسفايد الرضا بيتلززوا في الطعم والإضافات والحاجات اللي بيحطوها البهارات مكسبات الطعم واللون والريحة عشان تجذب الشخص اللي مع الوقت بيبقى ديكت ليها بيدمنها فعلياً وبعض الأبحاث اتكلمت وقالت ان في بعض الإضافات اللي بتتحط على المدى البعيد بتؤدي إلى إدمان الشيء عشان كده بتلاقي سواء أكلات أو مشروبات غزية أو أو الأشخاص مش عارفين يوقفوها وكأنه فعلاً أدمنها وعلى العكس تماماً لما تيجي تاكل الوجبة السريعة بتجد نفسك بتتهمها سريعاً يعني وممكنهم نفسك في حلقة من الحلقات لما تيجي تاكل ساندويتش اللي فيه البيرجر بتلاقي نفسك خدت خدت أطمة صغيرة جابت أطمة تانية جابت التالتة خلصت بسرعة فبتحرمك وتفقدك أقوى وأهم حاجة ممكن تعل حرقك وهو اللعاب اللعاب البشري وده اللي بتشغل عليه شركات كتيرة جداً دلوقتي إن هي بتحاول تنتج أي دواء مستخلص من اللعاب البشري يضمن به الشخص إن يعلي بيحرقه لما بتاكل بسرعة كمية اللعاب اللي بتطلع بتبقى قليلة جداً فحرق بيبقى قليل جداً مش هنتكلم بقى عن الكلام اللي دارج بقى سعرات كتيرة كل ده كلام مظبوط لكن في الآخر في ناس بتتخيل أحياناً إن طالما جبت وجبة سريعة سعراتها قليلة مش هكتسب وزن الناس ما بتتخنش فقط بالسعرات الناس أحياناً بتتخن بالهرمون يعني أنت ممكن تاكل أكلة صغيرة فيها مادة معينة تصير هرمون معين تتخن وممكن تاكل أكلة معينة فيها سعرات كتيرة جداً لا تصير هذا الهرمون وعندي قابلية على حرقه فلا أتخن عشان كده عشان كده بنقول فيه طريقتان لإنقاص الوزن وطريقتان للشبع طريقتان للشبع طريقة تخن وطريقة تخسس بمعنى إن الشخص الجعان هناخد مثلاً رمضان جاي بعد كام يوم أهو قرب هناخد رمضان كمثال جعانين صايمين طول النهار المغرب قال الله أكبر قعدنا نلتهم ملزة وطاب لقمة ورا لقمة ورا لقمة ورا لقمة المعدة مالها تتميلي 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 لغاية ما يحصل لها ستريتش معين هذا الستريتش بيخلي هرمون الجورين الشبع يتوقف هرمون الجوع يتوقف فخلاص هجبع الطريقة ده هتخنك إنت عدت تاكل حتى حدث انت لأي طب الطريقة التانية برضو في رمضان المغرب قال الله أكبر خدت تامرة نزلت تصلي رجعت تاكل بعد ربع ساعة فقط الرغبة في الأكل ليه؟ وكل الناس اللي سمعيننا لو جالوا تليفون وردع التليفون عشر دايلة ولا ربع ساعة هيتوقف عن الأكل بعد التليفون المخ بيحتاج مدة لا تقل عن خمستاشر دقيقة إلى عشرين دقيقة من بعد أول لقمة بعد جوع طويل يبدأ يبعد إشارات الشبع يبقى هناك طريقتان للشبع طريقة تخسس وطريقة تاخد وهناك طريقتان لإنقاص الوزن الطريقة الأولى إنك تقلل الإمبوت تقلل اللي بتاكله والطريقة الثانية إنك ترفع معدل الأوبوت ترفع معدل حال حرق الطريقة الأولى حلوة جدا وظريفة جدا بس بتجوع وفي أحيان كثيرة ما بينفعش تبقى لها في ستايل لسه كنا متكلم من شوية قلنا جعانين لأن جسمك جسمك بالبلد كده زي الموظف اللي ما بياخدش مرتبه آخر الشهر بيطالب مديره بالمرتب أول الشهر الشخص اللي بيعد طول النهار ده جعان مش عايز يأكل بيحصل له حكتين جسمك بيطالبك بالليل عايز يأكل جعان وغالبا بيبوزه بالليل الحاجة الثانية هذا الموظف اللي ما خدش مرتبه لن ينتج جسمك اللي ما خدش كفايته من الأكل بيتوقف عن الحرق وده ميكانيزم رباني طبيعي ما ينفعش واحد ما يأكلش وجسمه يحرق هيموت ربنا على طول بيخلي خلايانا اللي اتخلقت عشان تحافظ علينا أحياء أول ما الشخص يتوقف عن الأكل يبدأ الجسم في التوقف عن الحرق لدرجة أنه ممكن جسمك يتوقف كمان عن إدرار البول ما تدخلش الحمام ولا بول ولا براز ما فيش أكل جسمك بيحاول يحتفظ بكل زر الطاقة في جسمك عشان تعيش لأنه بيحس إنك في مجاعة فبيقلص الحرق يبقى هناك طريقتان لإنقاص الوزن إما أنك تقلل أكلك تحت أي بند بقى سعرات سميه أي نوع تسميه بس أنت بتقلل أكلك هتفضل مقلل أكلك قديه بقى مدى حياتك؟ نضحك على بعض فيش حد يعمل كده اللي بيقلله شهر بيجي التاني وقول لك أنا زهيات وللنفسه طويل شوية شهرين يجي الرابع وقول لك أنا زهيات اللي زهي ده بيلتهم ملازة وطاب ويكتسب وزن إضافي نقطة الجوهرية جدا الناس اللي بتعمل ريستريكت دايت جامد جدا اللي هو برضو بيقلل الكميات بيفقد كمية دهون محترمة وكمية عضلات لا بأسة بها وخصة لما بلعبش رياضة الدهون لما بتقل هي المكان اللي بتطلع منها الليبتن هرمون هذا الليبتن هرمون اللي هو بيطالب جسمي طول الوقت برفع معدلات الحرق وقفل الشهية عشان كده في مرات كثيرة جدا تلاقي شخص رح نزل 20 كيلو وقالك مش عارف أنزل تاني كمية الدهن وقعت مرة واحدة مش عارف ينزل تاني الليبتن اختفى الليبتن راح وده هنلاقيه في الناس اللي بيعملوا شفط دهون نشفط كمية دهون كتير جدا يجي يخص يكمل مش عارف الليبتن اختفى نشوفها في الناس اللي عاملوا تحويل المسارقة وتدبيسمية ده بيجي عند وقت معين ومش عارف ينزل تاني الليبتن قل الدهون قلت عشان كده طول الوقت بيقول ما ينفعش يا جماعة إننا هنعمل ريجيم فيه منع مطلق بيش حاجة اسمها امنع الدهون بيش حاجة اسمها اخفي الدهون ربنا خلق كل شيء وله مذاياه العظيمة جدا 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 الأضرار تأتي فقط من الإسراف يعني ما فيش أكلة في المطلق أقول لك دي مضرة مضرة إذا أسرفت كل الأكل مفيد كل الأكل صحي طيب دكتور الفاست فود يعني مش عارف الفاست فود إمتى ظهر في مصر؟ لا ظهر يمكن متأخر فاكر الحلقة بتاعت اللي كنا بنتكلم عن جيل التمانيات جيل التمانيات صحصة لما طلعت اللي هي الشركة أو المحلات اللي هي مش هنقول اسمها دلوقتي بزبط يعني ما نعارف اسمها ويقول لي على اسمها طيب ما نعارف يعني هقولها دلوقتي حاجة يعني صعبة المخرج بتاعنا فالتوقيت ده هو اللي كنا بنقول حتى بتوعجلي التميات حيرانين هما هيكلوا الأكل الصحي اللي أهليهم وأبعادهم كانوا بيأكلوهم سندويتش الفول ولا الحاجات اللي طلعت كرة ولا أجيب الجانج الفود والسندويتش واللانشون والبيرجر احنا مصر قاعدت فترة في الجيل ده العاشة لانشون طول الوقت والشيبسي والحاجات دي صحيح ده كارثي طيب الغاد دلوقتي على فكرة والغاد دلوقتي بس في توقيت معام في تاميات فعلا كان الوجب الرئيسي وعشان كده احنا بنحصد حصاده دلوقتي الكنسر دلوقتي ما هو ده اللي قاعد يأكل العشرين سنة اللي فاتوا من الحاجات دي وخليها ندخل من القصة دي ونقول ايه هي او ايه هو السلوك اللي بيعمله الكائن البشري المصري أو غيره وهي الأكلات اللي تخوف جميل جدا نجاوب على هذا السؤال بعد ما نشوف احنا يعني سألنا الناس ليه بتاكل يعني الأكلات السريعة دي والتكوي والحاجات دي خلينا نشوف الإجابات ونرجع نسمع الدكتور عماد اه الشغل والدراسة هو دلوقتي خلينا نجيب أكل تكوي بيباش عندي وقت أغلب بالوقت في العيادة فبغطرنا نجيب أكل مبارة بلس طعمه حل المدام تعبانة والليح يابن نجيب حل تكوي الضروري يعني فيش أكل في البيت فبنا يكون مبارة يعني بصراحة بخلع الشغل لحد ما بروح ما بلحقش أنا أعمل أكل بطري أن أنا يعني أوفر وقته أكتر ويبدأ أن أنا أشوفي الحاجة اللي أنا أحباها وما معرفش أعملها كمان في البيت كوي علشان مش بحب الأكل التقليدي في البيت كتير يعني فببقى نفسي بزرح له عشان تغير مثلاً أكل البيت عشان أحسن من أكل البيت زيت من أكل زيت من أكل البيت عايزة أغير بطلب تكوي الزروف بتضطريني أن أنا أجيب لأولادي يعني مثلاً جاي أن أنا مراوحة تعبانة مش أدرة بطر أن أنا أجيب يا دكتور كلامهم هو دفعنا الموجود بس في الآخر الإجابات مش مقنعة يعني أصلاً ما فيش أكل في البيت طب ما نعمل أكل في البيت أصلاً ما فيش وقت طب ما أنا أفرغ وقت لأن في الآخر نحن نتكلم حولنا الصحة أنت هتفضي وقت لمين أهم من صحتك أو صحت ابنك أو صحت زوجتك أو صحت ولادك وفي الآخر أنت ما تأكل يعني كل الإجابات في الآخر مش مرضية على الأقل بالنسبالي أنا أخدي لانشبوكس معاكي بش فضية حتى لو أنت مضطرة تشتري من الشارع ما أنت عندك عشر محلات جنب بعض فيهم محل ممكن يقدم لك وجبة شبه بتاعة البيت ليه الأكل السيء ليه الأكل المضر هي دي الفكرة وهو ده اللي بيأخدنا في قصة أنه هو لإدمان احنا أدماننا هذا الشيء وأنا ليه لو عطشان ليه مشربش مية ليه أشرب مشوبات غزية عطشان أو هذا الإدمان ليه لو أنا عايز حاجة سخنة أخد حاجة سخنة تبقى ظريفة وجميلة ليه أخد حاجة سخنة مليانة بلاوي ومليانة حاجات ودايما نأخد الأكل أو الشرب اللي ليه أب وأم حتى بنعلم الولاد الصغيرين كده يعني لما نجيب طفل ونقول له أنت بتاخد التفاحة عشان التفاحة طالعة من الشجرة والشجرة مزروعة في الأرض بتاكل حتة اللحمة اللحمة جامل الخروف والخروف بيأكل برسيم والبرسيم مزروعة في الأرض لكن لما أجيب أقول لواحد هتاكل لانشفن مين بابا مين مامته مش عارف يجاوب الطفل مش عارف يجاوب هتشرب مشروبات غزية جاي منين مش عارف يجاوب فالحاجة اللي ملهاش أب وأم اللي أطفالنا اللي سمعينا دلوقتي لا ما نأكل هاش ونعلمهم كده وفقد الشيء لا يعطيه يعني ما ينفعش الأم تقول لابنها كده وهي الأم ده يعني هو المصد هو السورس يعني زي بالظبط بيشوف بتحط مطبخ على وشها كريم ليل وكريم نهار كريم لمناخيرها وكريم لودانها وبتنامش أو بتشرب سجاير مثلا يعني بنعمل الشيء ونقيده فالأكل الجيد سهل أجيبه حتى لو هشتريهم بره في مطعم كتير جدا بتقدم أكل هلسي لو أنا مشكلتي في الوقت أو مشكلتي إن أنا حتى الناس اللي بتقول أنا طعمه أو بعمل أكلها ما بعرفش عاملها في البيت خلاص أكلتها مرة إنها مش طول الأسبوع ما أنت بتشتغله طول الأسبوع أجازت الجمعة بس ولا جمعة أو سبت هو ده اللي هتأكل فيه أكل صحي وغالبا بتطلب ديليفري فالأكل سيء هنبص بقى المنظور اقتصادي حمل اقتصادي بشع على الأشخاص دول يعني أنت أنت مرتبك اللي أنت طلع تشتغلي ومشلقي وقت عشان تعملي أكل أنت بتصري فيه كله على أكل الشارع يعني أنت عملت إيه بالشغل أكل الشارع أو الوجبات السريعة إيه ما خاطرها خلينا نقسم القصة دي ويقول في الأول سيناريو سيناريو واحد صحي من نوم وهو نايم ثلاثة الفجر وكالعادة وبنتكلم علي واحد مصري ممكن تسمعنا دلوقتي نايم ثلاثة الفجر وعنده شغل ثمانة الصبح فرح صاحي ثمانية اللي خمسة عارف أنت القصة ثمانية اللي خمسة لك الآن بالحق شفتر شغلي فنزل من غير فطار قعد طول النهار المالة ديها سجاير ونسكافيه وشاي ورجع البيت آخر اليوم رح ضرب بصي مش أكل ضرب الأكلة المتينة اللي هي وبعد ما ضرب الأكلة المتينة اللي هي حجم اتنين ينام يا إما هيحبس بكباية شاي تقيلة قوي قوي والسجار يا إما حد يقولك أنا عايز مهضم بقى هضرب مشروب غازي عشان يهضم وبالمناسبة هو بيريحه لكن ما بيهضمش هذا المشروب الغازي بيعمل دستينشن للمعدة فالمعدة اللي كانت مزنوعة بالأكل اتمطت شويتين فالأكل حس ببراح فهو استريح هو ما هضمش هو استريح كباية الشاي وحل إما بفاكهة أو حاجة حلوة وغالبا ده خنام أو خد شاور سخن وده خنام تعال نشوف نشوف المشاكل واحدة واحدة بقى جه من الشغل من غير ما يفطر حرقك بقى فيش حرق بس وقت كده خد له سندوتين ثلاثة يعني حتى لو خدهم طلبهم ديليفري برضو بما كان بيعمل أكل سيء آه يعني ما هو درب الأكلة الفضيع بطنه اتملت كمية سعرات محترمة جدا وخدها غالبا بالليل رح مسك كباية الشاي حرمته من 80% من الحديد اللي موجود في الأكل اللي هو كانه كله في البيت مسك السجارة على معدة مليانة وأكلة تقيلة السجارة اضربها في عشرة يعني اللي هشرب سجارتين خلص قلبها تأثرها على الرئة بعد الأكل بعد الأكل ده في نص يعني من اللي هم يعني بيدخنوا بيقول لك ده سجارة بعد الأكل ده مقدسة ليه بقى عشان تركيزها عالي جدا جدا بقى السجارة بعشرة كده واحد خد سجارتين خد علبة على طول عملي رح واخد الفاكهة أو واخد الحلو الانزيمات اللي طلع واللي تكسر الفاكهة اختلطت مع اللي طلع تكسر الأكل حصل لغباط عصره هضم بقى وانتفاخات وقولون ومشاكل دخل حق حمام سخن ولا شاور سخن الدم كله راح الماء ده أصلا فهو قاعد دايخي أساسا متنح مش عارفي يتكلم الماء السخنة عملت ريلاكسيشها للعضلات حصل بولنج للدم في رجلية فتلاقي وهو قاعد بياخد شاور فيه صوت حاجة خبطت في البنيو جوه فبنجرى عليه هب ده وبتخبط وقع على ناغه مش عارفي كارثي دخل نام دخل نام بعد الأكل ده كله يصحى الصبح أو الفجر إيه ده جاله جلطة فهم إزاي ولو واحد بقى فقاعد ده كله حريص بقى ومذاكر وقاري يقول لمراته إيه والنبي ضخلنا بزيت خفيف عشان السمنة والحاجات دي تقيلة فيحط الزيت ويحط الزيت بكسافة ما هو خفيف بقى كل خلية في جسمنا لها سلم امبرين لها جدار خلية هذا الجدار الذي يسمح بمرور الأشياء من وإلى الخلية بما إن المفروض يبه هذا الجدار معمول من أوميجا سري ومن دهون جميلة لأ هو حطي لها زيوت مهدرجة نباتية اعتقد إن هي خفيفة بوازت غشاء الخلية فهذا الغشاء اللباز سمح بدخول أشياء ما كانش ينفروض تدخل دخل الكالسيوم حصل له تكلس جاله خشونة منع دخول الإنسولين عشان يحرق السكر فجاله سكر ويقول لك ده أنا ما باكلش غير طاقة ووزن رفاية أنا جالي حيات دي منين أنت ما تأكل يبقى ده السيناريو الأول السيناريو الثاني إيه الأكل اللي ممكن نخاف منه زي ما قلت لحياتك من شوية كل أكل خلقه ربنا بصورته الطبيعية هو أكل جيد ما لم أسرف في تعطيه بس في أكلات معينة قد يشتهيها البعض أو قد يعتقد البعض إن إيه دي بشكلها ده ميزة وهو بيرتكب أكبر غلط وقلت في جاكت في بلوزة في جزمة أحيانا كثيرة مش في أكلها مرات الغلو معناها تحطط له إضافات مصنعة رفع التمنه وضرب الصحيح زي الأكلات السريعة زي الأكلات السريعة ناخد مثال مثلا هل الدجاج أو هل الفراخ مضر بعض الناس اللي بروحوا السوبر ماركت ويشتروا صدور فراخ ويدور يقول لك دلونها بينك دلونها وردي أحيانا ما تنخدعش ألا ما يبقى لنا وردي شوية خفيف كده آه دي فريش على علف الفراخ بهدف زيادة اللحمة فتلاقي الصدور طلع بينك جدا موردة لأ دي خطر بالرغم أنك شايفها كويسة بعض أنواع اللحوم المصنعة مليانة نطارات سوديوم كارثي سرطنات بعض أنواع اللحوم اللي الناس بتجيبها من بر يقول لك ده لحمة مستوردة عشان كده أمهات تقول لك أنا عايزة لحمة بلدي لحمة مستوردة لو جاي من مزارع بتدي جروث هرمون عشان تزاود التاج هرمونة تمو النمو للأطفال بتاعتنا مشاكل غضى درقية فرط حركة حتى بتوصل في سن معين سرطنات بروستات حتى اللبن اللي بييجي برضو إذا فيه جروث هرمون بكثافة برضو سرطان بروستاتة وسرطان ثادي في الستات بعض أنواع الأكلات المصرية العتيقة بتاعتنا زي الفسيخ هي أكلات مضرة حتى لما بنحب ناكلها ومهما بنقول مضرة الناس ستاكلها لأ خليك حريص إنك تجيبها من مكان كويس والناس اللي بيعملوا دايت بذات يقولك أنا هجيب من الفسخين فسيخ دلع عشان الدكتور بتاعت دايت بيقول الملح بيتاخد أحب أقوله إن المدى الحافظة بتاعت الفسيخ هي الملح فلما تروح تجيب فسيخ دلع فأنت جبت سمكاية من غير المدى الحافظة بتاعتها كارثية أكتر لأ انتهتها ملحة جدا وبأشطفها يبقى يغسلها يبقى أعمل اللي أنت عايزه فيها وديها طريقة الماء لأكلها بص دكتور عماد أنا مش هاكل حاجة زيخ لأ ما انتهتها أنا هقولك هتاكل إيدي هقولك في أكل حلو جاي لو هنسيب كمية البروتينات دي كلها عشان طلقت وحشة هندخل على النشويات بعض أنواع لقاش الفينو بيضفولوا بوتاسيوم بروميت يخلي لقاش طري كلمة عنها المادة دي كارثية كارثية سرطانات وبلاء وكتير جدا بعض الأمهات النصحة بن قسين نصحة من غير ما تفهم تقولك أنا هشتري لبني فات فريد شبس أو هجيب له شبسيهات أو بطاطس خالية من الدهون تدفع 8 كيس 10 10 أضعاف وفي الآخر تكتشف أن هم أضفوا مادة اسمها أوليسترا تمنع وتعوق امتصاص معظم الفيتامينات اللي بيأكلها ابنك بعض الناس اللي بيتوهموا في مشروبات الطاقة بدون ذكر أسماء أو بعض المشروبات الغازية ده مشروب طاقة هالديني باور أكتر حاجة بتخصرك الباور ده أنا عايز أقول ساعات بيضفوا لها كمان مادة اسمها البي في او دي مادة زيت اسمه زيت البروم بيدي الطعم الحمضي النكهة الحمضية للمشروب الغازي أو لمشروب الطاقة بيدمر الغدى درقية بيجيب فرط حعركة بشع للأطفال نهيج بقى عن المواد المضافة بقى مكسبات الطعم واللون والرائحة وبعض المواد اللي ممكن تجيب المشاكل كتيرة جدا طب ناكل ليه بقى ازا كان كله وحش ابعد عن كل ما هو مغلف معلم مصنع قدر الإمكان هتلاقي كل الكلام اللي احنا هنا ده هو موجود في معظم الحاجات المغلف المعلبة المصنعة ليه لأمهاتنا كانت تروح تجيب تقول له فرخة بلدي وزنها كيلو ولا كيلو ونص صغيرة اللحمة البلدي دايما نرجع يا جماعة لكلامنا الأديم وأكلنا الأديم كل الحداثة في الغذاء تارثية والحداثة اضطر العالم ليها عشان يزود الانتاجية يعني لو بتلاقي الموز قد كده هو عشان البشر مالين يزيدوا فهنقعد نأكل موز قد كده هنجيب له موز منين فأصبح العالم مضطر إن هو يدخل الهندسة الوراثية ويدخل فإحنا في حاجات ساعات مضطر إن كلها متهرمنا مضطر مفيش غيرها بس ماكلش المضطر له وأكل الغير مضطر له صحيح يعني فيه ممكن حاجات تستغنى عنها برفع عليك فالفكرة إن أنا ساعات أبقى مجبر يا دكتور عمر أكل حاجة بعينها مجبر أكل مفيش غيرها لكن فيه أشياء عندي بداية كثيرة لها أنا ليه أختار دايماً الأكل السيء وبكرر معظم الأكلات دي إدمان معظم الأكلات دي إدمان بعض المواد بدون سكر أسماء كنا تكلمنا عليها وإحنا خارجين الحلقة اللي فاتت وقلنا أحياناً يكون الشيء مفهوش سعرات لكن يتحطط له بعض المواد زي المونوسوديوم جلوتامين وكل الناس جلوتاميت وكل الناس عارفها القصة دي أو اللي بيسموه الملح الصيني أو ليه كذا اسم في بعض المنتجات الصينية المادة دي بتسير الإنسرين في أجسامنا أضعاف أضعاف حتة جاتو فييجي واحد يقولك أنا ما باكلش سكر بس جالي سكر أنا ما باكلش سكر بس اتخنت وأنا جالي حساسية منين نرجع أنت ما تأكل كل ما تأكل كويس هتبقى كويس كل ما تأكل غلط المعدة بيت الدق المعدة بيت الدق ده بوسطة جدا طيب الناس اللي متعودة على الأكلات السريعة وعايزين نتخلص من هذه العدل السيئة دايما نقول لهم الأكلة السريعة زي السجاير مين عايز يبطل سجاير بيروح رامي علبة السجاير إنما الشخص اللي بيقولك أنا بشرب علبتين طيب البديل 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 السجاير الإجابة بساطة الجوع ما بيحددش نوع يعني لو واحد جعان بيقول أنا جعان فلو جاب له عيش حاف هياكل جاب له لحمة هياكل جاب له فول هياكل ده شخص جعان نحترمه كلنا صحيح حتى لو أكل زيادة هنحاول نعلمه إزاي قن نأكله إنما لم يجي واحد يقولك أنا جعان محش مثلا لا ده رغبة أنا والله جعان هذه رغبة هذه رغبة الشخص اللي بيأكل على طول جانج فول ده شخص أدمن عليه هذه رغبة فلازمن تتحكم في رغباتك الشخص اللي بيقعد يبلع بمشروبات غازية هذه رغبة ويقعد في وقت تاني يقولك أنا ما قدرش عايش من غيرها كويس بس أخو دي بديل البديل نحاول ناكل لو اقتنعنا أنه هو جوع وشبع أنت ما تقوليش بديل أنت مش بيبي كلام ده طفل بيحب طعم معين أو أقوله خد حاجة طعمها لكن ممكن كل الأشخاص حاجة تساعد إنه الإنسان يتخلص من الأكلات السريعة ما هو للأسف ما فيش حاجة تخليك تتخلص من الأكلات السريعة السريعة إنك تسيبها اترك الشيء السيء كل الناس وإنت بتسألهم بتقولهم بتشرب سجاير فمعظمهم يقولك لا مش باشرب عشان مضرة طب بتاكل تشيبسي أوه بيأكل طب انت عارفوا المضر أوه عارف طب بتاكلوا ليه أحيانا أحيانا البيئة المحيطة والمجتمع يسمح لك إنك تاكل شيء مضر زي تشيبسي مثلا بشعقبك إنما لا يسمح لبنته مثلا يتشرب سجاير فعقبها فاللعبة برضو جاءة من الأب والأم أنا أشربك سجاير لما هكلك والاتنين سيقين والاتنين هودوها في دهية والاتنين فيهم مواد قد تصل إلى مواد مصرطنة في بعض الأحيان الناس المتخيلة طول الوقت إن البني آدم ده زرار هدوس عليه وقت محب يعني تقعد تاكل غلط 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 قلت لك أنا الشهر الجاي إن شاء الله أنا من أول السنة أنا من يوم السبت ماله الجمعة يعني أو ماله الخميس يعني في العالم الناس يقول لك أنا هبدأ على طول فورا إنت عرفت إن ده سيء وقفه بس دائما اللعبة في إيد الأم هي اللي بتعمل أكل وهي اللي بتدي مصروفه أنا أعمل الأكل ممكن أعمل له الأكل حط النكهات بتاعة التيتة زمان الفلفل والكمون والبهرات والشطة ويدي له نفس التست على فكرة ونفس الطعم ممكن الأمهات بتخترع أشياء اللي هو بيتباع ده وفيه طعم اللي الولد بيحبه بيجرب مرة وياكل فبالتالي لو أنا مش قادر أستغنى لا أعمل بديله في البيت لو أي حد دخل على اليوتيوب وشاف تصنيع الحاجة الفرانية هيصنعها في بيته بس الفكرة أنه هو يحط في بيته مواد طبيعية تديره نفس الطعم التاني مش يحط مواد طبيعية ليه لأنه هدفه الأساسي هدف ربحي هو مش عايز يحط مواد طبيعية لأنها تكون أكثر كلفة أنت ساعات كنت بتشوف إعلان دكتور عمر في اللي بيجي في التلفزيون يقول لك مش عارف كيلو بيرجر ولا كيلو لانشن وعليه كيلو بطاطس هدية مش عارف بعشر جنية ما عرفش المعمول إزاي فما حد سألني بقول له بدي عبارة عن زبالة معقمة يعني استحالها أجيب إيه اللي ممكن أجيبه كيلو بطاطس وكيلو بعشر جنية فالفكرة دايما صاحب المصنع أو التاجر بيبقى هدفه ربحي في المطلق وإحنا زي ما هو هدفه ربحي إحنا كمان هدفنا صحتنا يعني نختار أكل جيد يخدم علينا طول الوقت لأن الفكرة كمان هي أمن قوم اتكلمنا عليها كذا مرة الجيل اللي طالع جيل قزم عنده سنة عنده عبق أمراض من هو طفل اللي كان بيجيله ضغط أو سكر أو كلسترول بيجيله على الخمسين وستين دلوقتي عشرينات وأمراض مزمنة وكتيرة وغير مدرك تيجي تنصح الشخص أو الشابة هي غير مدركة تقولك هابا أعمل بالنسبة للشابات جبت السيرة يعني في كلام كتير أنه الوجبات السريعة دي لها تأثير سيء على صحة البشرة على الشعر على الحاجات اللي بيهتموا بها الستات كنت قلت من شوية تلاقي استات بالذات بتقعد تحط مطبخ في الشهر مطبخ مش عارف ماسك إيه بالتوم وماسك إيه بالعسل وماسك إيه مش عارف وما لا تحط شين حاجة وما بتنامش أنت ما لا تتعبي وتكلفي نفسك ما عندك حل سهل النوم بتحط كريم ليل وكريم نهار ومش عارف مسحوق إيه للمناخير ومسحوق إيه للودن ومسحوق إيه للدقن وتشرب سجاير الحلول سهلة بس في الآخر لو احنا ندي نصيحة للبشرة ونصيحة للشعر من باب التغذية هنقول النوم رقم واحد بتزبطي هرماناتك المية رقم التين عدم الإصراف في تعاطل سكر وعدم الإصراف في تعاطل لبن ده اللي بيعملهم معظم الناس سكر كتير لبن كتير ما بينامش كويس ما بيشربش معيها ونقول للي عايزي زاكر حروف أبجدية للي عايز يحفظ ABC معانا بحرف A فيتامين A البيتا كاروتين موجود بقى في الجزر وموجود في الأرع فيتامين A بيعمل ايه فيتامين A يساعد الأشخاص اللي عندهم بشرة دهنية دهنهم تقل الناس اللي عندهم اشرف شعرهم القشرة تروح اشرف حكة فروا الدماغوا الحكة تروح بس أخذه بمصادر طبيعية بحرف B فيتامين B الأرع والجزر والحاجات دي بحرف B فيتامين B اللي هو B6 والبيوتين البيوتين ده اللي معروف للشعر والجلد والضغافر وB6 اللي بيمنع الشيب بيمنع الشعر البيض ناخده من المكسرات وناخده من الخميرة البلدي وناخده من العيش البلدي البيوتين ده موجود في صفار البدو وفي الأحشاء الناس اللي بتاكل الكرشة وبتاكل الجبدة وبتاكل مليانة بيوتين بحرف C فيتامين C اللي موجود في الفلفل والكيو والبرتقان والوستفان دي مضاد أكسادك قوي جدا جدا تعلي مناعتك ضد الكورونا تعلي مناعتك ضد إنفلونزا تقوي مناعت الجلد والشعر بحرف D فيتامين D السمغ اللي بيلزق الكالسيم على العض واللي مهما تشرب لبن ومهما تاخد كالسيم لو هو مش موجود خسرت كتير جدا هتاخده من لا يأتي من الشمس فيتامين دال يأتي من الأكل الدهني عشان كده بقول ما فيش حاجة اسمها أمنع أكل دهني كل أكل دهني فيتامين دال بيتخزن في الصورة غير ناشطة داخل الجلد الأجبان الفول كريم اللبن الفول كريم كل أسماك فيها دهون كل اللحمة فيها دهون حب سمنا بلدي كله واشربه ولا تسرفه ونتعرض للشمس عشان نأكتفه ننشطه A B C D E بحرف E فيتامين E اللي موجود في الفكهة والمكسرات اللي بيشيل كمية أكسجين محترمة ويوديها لغاية الشعر والغاية الجلد والغاية الضوافر نحط F الحديد اللي موجود في كل أنواع البروتينات وكل أنواع الفكهة ومهم جدا أن احنا أي مصدر نباتي نعصر لمونة عشان نمتص بقوة أو عنينسى الزينك اللي موجود في المحار وموجود في الأسماك ما ننساش السيلينيام اللي موجود في القرع وموجود في الكرافس اللي بيمنع هشاشة الشعر بصدروقتي الناس كلها تكرهني عشان EBC ألا عشان هنهل الحلقة لأسف وقت ينتهى نكمل الحلقة الجديدة إن شاء الله الحلقة اللي جاية لازم تبقى ساعة إن شاء الله إن شاء الله الحلقة اللي جاية ساعة مع الدكتور عماد فهمي وفي انتظار أسئلتكم في كل ما يتعلق بالتغذية العلاجية الحلقة اللي جاية خلاص وعد مني ساعة بإذن الله إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور عماد فهمي وبكده تنتهي حلقة النهاردة من